بهذه الطريقة أصبح عبد القادر موال من بلدية شحيمة بيتيارت يحصي خسائره جراء المرض الذي ضرب قطيع ماشيته وكلفه نفوق عشرات الخراف أمام لامبالات مصالح البيطرة لدائرة عين الذهب وبلدية شحيمة التي زارته مرة واحدة مؤكدة عدم وجود أي مرض بقطيعه وهذه المشاهد تؤكد العكس جاءنا ربيطار احتعين ذهبت لتابع البلدية شحيمة تطع البلدية جابوه في الكاميو شاف الشياح عير الدم قاع ما عادكوش المرض ما نشعرف المرض اللي حاوسوا ليهم وكيدير المرض اللي عندهم ما نشفهم ما نقال هذي الشياك راه كبيركم حاضر احنا تقريبا راه قاع مكذبنا قاع ذي الشي وراه مكذبنا لك وحنا اللاقوا قاع راه ما قعدش اللاقوا صي والقلم راه بلوكارها كبير اللي يملولين قاعدت تلوح في اللاقوم بعد ولا خطرة ويموت خروف زوج بعد ولا يموتوا بالعشرة خمسة ثمانية ما قابل حساب ما تقابلها وتعساب يعني اليوم راه لاحقه ستين ولا فوق الستين بلا حساب هذا الحاضر واللي قابل ما عنداش حساب ولا هم قاعدين على الخمسة ولا يموتوا فقد اصبح هذا الموال يواجه هذا المرض الذي لم تحدده اي جهة بسبب غياب تام للمراقبة والمتابعة بهذه المناطق اي واحد ما هو جايب اخبرناه ما هو طالع لنا لقد شكينا كل شيء اللي صال أصنعناه ولكن احتى واحد ما جاوج بقى لنا وطالع لنا نفوق مستمر للماشية وقفنا عليها جنوب بلدية شحيمة والمناطق المتاخمة للمحميات الرعاوية التي تشمل موالينا من ولايات أخرى تؤكد زحف هذا الوباء أمام غياب تام لمصالح البيطرة لدائرة عين الذهب لإيقاف كارثة حقيقية تهدد اليوم آلاف الرؤوس من الماشية جنوب ولايات تيارت